موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين يوم جديد لبرنامج علم الصباح اليوم نحن وييكن تاني ايام شهر شباط الالفين وستعاش والطقص باللبنان جميل جدا وكأنه الربيع بلش ما بعرف اذا وصلنا قريبا شي عاصف رح تغيرنا رأينا ولكن الايام اللي جاية هالاسبوع ايام طقصة عظيم جدا فيكن تستفيدوا من موسم التزلج بالجبال اللبنانية وفيكن تستفيدوا كمان من الاعداد على البحور ومن الكافيات خارج نطاق الحيطان يعني فيكن تقعدوا عن بلنار لانه بالفعل الطقص حلو باللبنان بتمنى انه كل السياح وكل اللبنيين يقضوا اوقات حلوية باللبنان الشخص يلي بتعطوه السئة هو الشخص يلي بتبطحه بالارض لانه مجرد ما عطيتوه السئة يعني حملتوه مسئولية تركتوه ومشيتو يعني اعتبروا انه بدو يكون قد وقدود اكتر من الشخص انه اللي بتشككوله بمقدراته او بتقوله ممكن تزبط معك او ممكن ما تزبط معك مجرد اذا عابلكم تنفذوا شغلة مع حدا من ولادكن التين ايجيرز مثلا عطوهن السئة وحملوهن المسئولية وشوفوا كيف توصلوا انتو ايوهن لنتيجة كثير مهمة الشخص يلي انتو بتطلعوه من مطارح كان ما عندو شي وانتو ساعة طولة يوصل ممكن يكون اول شخص يخزي لكم لانه بيعرف انه انتو الواحدين يلي بتعرفوا هو وين كان بالاول قبل ما تندولوا يد العون هيك يا حبات اعطيكم هالحاكمتين ببداية عالم الصباح لنبلش احنا ما بيياكن فيه نهارنا خليكن دايما عم تتحكوا ابتسامي والضحكي بتاعدي بعضها متل ما دايما بنحكي وخلينا نوقف دايما بالش نهارنا مع ابتسامي بديقول انا كمان مبروك لانه مش من زمان حضرتها من يومين من جمعة الاسبوع لبنت الجبل بديقول الف مبروك لقالين قالين لحود الفنانة العظيمية اللي انا حبيتها كتير بالمسرحية طبعا مع الزكرة الدائمة واحترامنا ومحبتنا للستة الوالدة الفنانة الكبيرة القديرة سلوى الاطريب يعني قدرت تتجسد ذكراك ببنت الجبل يلي قدتها بشكل حلو والواضح انه عشقتيك والواضح انه شيربيتك كتير والواضح انه تربيتك انت يا ست سلوى قالين الف مبروك بديعه وشقرة كمان برافو عليك لودي لودي يعني كنت عظيمة لودي أزي عظيمة جدا ومجموعة كبيرة طبعا من الممثلين المحترفين وشباب والصبايا اللي قدوا هالشو بطريقة رائعة جدا الف مبروك لبنت الجبل الف مبروك لأستاذ روميو لحود يلي هو يشتغل بشكل كتير كبير طبعا على اعادة كمان عرض هالمسرحية يلي بعدها عم تنعرض بمسرح نيف أنمارين ودعيكم انه تروحوا تشوفوها كلكون لانه هيدا عمل لبناني وبيستحق انه ينشف نحن وياكن بالبداية دايماً طبعاً نصبح بالخير الشاف اللي يكون موجود معنا اليوم واليوم اللطف كله هون والحلة كله هون والحلو كله هون صباح الخير جوزيح صباح الخير صباح الخير للمشاهدين شو أخباري؟ كتير حلوي أخباري الحمد لله طمام هيك طقس حلو وتفاقل إن شاء الله هلأ نحن دايماً نتفاقل كمان فيكي مع الألوان اللي بتكون جايبتها معيك يعني كل شي بيكون فيه ألوان هلأ إلي حلقتين وإن شاء الله الحلقة الجاية كله أحمر فالنتان طبعاً مغرومة؟ طبعاً دايماً بحب دائم الحمد لله طيب نحن نشوفك بعد شوية بعدة وقفت عالمنا صباح لغاية الساعة وحدة بتوقيت بيروت سؤالي من وحي المقدمة من الشخص ياللي بتوسقوا فيه ولا فيكن كمان نتشارك نحن وإياكن ما مش كلنا يعني أكيد لا إمنا ولا بينا ولا فيها ممكن يكون بس إمنا وبينا بس في أشخاص بالحياة ممكن نعطيون الثقة ولا نوسق فيهم ومنعطيهم الثقة في سببها طبعاً نحن وإياكن طبعاً كمان نروح لنشوف شو هنه فيكن تواصلوا معنا عبر السوشيل ميديا عبر الفيسبوك عبر تويتر ورقم الواتساب أي اقتراحات 030-533 شو هنه فقراتنا وضيوفنا ما نشوفها البداية بحل انت اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن آخر أخبار الموضة مع هادية على الموضة النظام الغذائي الأفضل لصحة الأسنان مع كارلا بخفيف ومضيف كندة بتعرفنا على نوع جديد من الشطول بأرض وورد جوفنا بيعرفونا على برنامج Startup Seed أهم النشاطات الثقافية والاجتماعية مع زينا بأجندة فيسبوك آن فيسبوك هو الموضوع كاتيا بوقتها ورشت ملح على وصفات جديدة وشهية إذن منكمل نحن وياكم عالمنا الصباح اليوم لغاية الساعة وحدة بتوقيت بيروت بالبداية دايماً كلكم ناطرين تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والأبراج بصبحكم بالخير يوم الثلاثة اتنين شباط فبراير اليوم الأمر بعده مرفقنا من برش العقرب لليوم الثالث على التوالي وبعده الأمر في مربع مع الشمس وبالتالي بعده مواليد برش الأسد وبرش الثور نوعاً ما الأجواء عنده متقلبي خلونا نشوف هنهار كيف بده يكون البداية طبعاً مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل الأجواء بتطلب منك بعض التسويات وبعض المساومات وبعض الديبلوماسية فما تتكبر ضبط الأمور ومشي الحال وشوف انه بكرة فعلاً رح بتكون مبسوط 4-5-6 نيسان أبريل بعده الأوفار حظاً ننتقل لأ برش الثور حاول ما تكبره أكتر مولود برش الثور وما تعقده الأجواء إلى تحسن تدريجياً خلال ساعات هيدا نهار واليوم بتنام مرتاح وبكرة بتشوف انه فعلاً أجواء صارت أريح بالنسبة لألك لأنه بتختفي المعاكسات وبصير فيك تعمل تقريباً اللي بدكي انتبه اليوم ما تعمل أخطاء ما ترتكب أخطاء لأنه الأخطاء معقول شوي تكون كبيري بيضلوا الأوفار حظاً مولود شهر نيسان أبريل مولود 1-7 أيار مايو بالإضافة 13-14-15 أيار مايو منكمل مع برش الشوزاء بالنسبة لبرش الشوزاء الأجواء عندك اليوم نشيطة الأجواء حلوة الأجواء بتخلي مولود برش الشوزاء يقدر يتفاهم مع الآخرين خاصة إذا هالآخرين كانوا أشخاص جدد ما بتعرفون لكن نصيحة لمولود برش الشوزاء إذا فيه اتصال وبتاع أو عندك شي مسألي بدك تحله وعارف أنه ضرورية هيدا المسألة نصيحة ما تأجله لليومين المقبلين اتحرك اليوم خلي بكرة وبعد بكرة للقاءات الحلوة والهينية انتبه من المعاكسات اللي عم بيحكي عنا إذا كنت من موليد 5-6 حزيران يونيو بنكمل مع برش السرطان مولود برش السرطان لازم تعرف أنه اليوم أفضل من الأربع الخميس الجمعة والسبت نسبيا وفلكيا وبالتالي انت ضروري أنه اليوم تخلي هيدا نهار حافل بالتحركات يلي بده حز بكرة وبعد بكرة واليام اللي جايين هالخمس يام اللي جايين شوي تقال وبالتالي ضروري اليوم تخلص الأمور المعقدة اللي بده حز وتروك الأيام المقبلة لأمور بسيطة وروتينية بيبقى المولود الأوفق الحظان 14-15-16 تموز يوليو بنكمل مع برش الأسد مولود برش الأسد من الأبراج اللي رح ترتاح بكرة وبعد بكرة اليوم هو نهار بعدك عم تشتغل فيه في حل بعض المسائل يلي يبدو ممكن بالبيت أو بالمكتب بعد ما نحلت بعد فيه قصة فعلا تأزمت أو تأجلت أو على نار كتير خفيفة بجميع الأحوال بكرة وبعد بكرة مفروض تحتفل ومفروض ترتاح حاول ما تنزعه اليوم الأكثر حظا بعده 6-7-8-10-11 أب أغسطس من أنت إلا برش العذراء مولود برش العذراء اليوم نهار سريع نشيط أفكارك كتير قوية أفكارك كتير ذكية بمحلة مقنع وعندك حجاج فعلا ليفتي للأنظار امتحانيتك حلوي اجتمعاتك حلوي مفوضاتك ناشحة 100% تحرك اليوم حتى بسيارة بتنقلتك اليوم أنت شخص فعال جدا الأكثر حظا 9-10-15-16-17 أيلول سبتمبر منكمل مع برش الميزان مولود برش الميزان ما بينخاف عليه أصلا كل هالشهر اليوم وبكرة واليام اللي جاي حلوي اليوم مولود برش الميزان مفروض تكون أنت غني عندك ثروة معنوية ونفسية وداخلية كتير قوية ليش؟ لأنه أنت هيدا المخزون هو اللي رح بيخليك هو الترامبولين هو اللي رح بيخليك يكون نقطة انطلاق بالنسبة لألك لتحقق أهداف كبيرة مقبلية اليوم نهار حلو معقول يحمل لك أرباح أفكار حلوة ويمكن يكون عندك أخبار سارة الأنشط والأوفر حظا اليوم هو مولود 3-9 أكتوبر تشرين الأول وصلنا لبرش العقرب بالنسبة لبرش العقرب حاول اليوم مولود برش العقرب بتكون واضح تقريبا بالخطوط العريضة يلي بدأت رافقك بهيدا الشهر حط الخطوط العريضة حط أفكار جديدة بدك تنوع بدك تعدل بدك تطور ضروري اليوم تكون استويت الطبخة وعرفت شو بدك لأنه الأيام المقبلة ما رح تساعدك ما رح تعطيك هالطاقة الكبيرة يلي بده إياها الإنسان حتى يبلش شيء جديد على الأرشح الأمور الجديدة هي نفسية معنوية أو حتى شخصية بجميع الأحوال في أخبار في أمور مفروضة تتحلحل ويوصل لك خبرة لكن إذا كنت من موليد سبعة لعشرة تشرين الثاني نوفمبر كن حذر نتبه من السرعة والمجازفات كليا ننتقل لبرش القوس مولود برش القوس مبارح أول مبارح واليوم ما في شيء ركود ركود تام مع زعل مع تأخير مع لبكة مع تعقيد للأمور بقلك أنه اليوم مفروض تنام شوي أريح وبكرة وبعد بكرة فعلا نجمك رح بيكون كتير قوي وأفكار جديدة بتخطر ببيلك طاقات جديدة بتقدر تعول عليها انطلاقات جديدة حلوة بانتظارك المهم ما تنزعه وما تكسر الجرة اليوم والمستحسن ما تاخد أي قرار خاصة ستة سبعة كينون الأول ديسمبر لأنك الأقل حظا نسبيا وصلنا لبرش القوس مولود برش القوس الجدي الجو الناشط من حولك بيفيدك كتير بيعطيك معنويات لحتى تكمل بهالعنوان الكبير يلي أخدته أو انطلقت منه بالشهر الأول من السنة مولود برش الجدي تعول اليوم على دعم الآخرين لإلك إذا ما عندك دعم اشتغل عليه اليوم اليومين المقبلين ما رح يدعموك ما في شي فقط لحتى تاخد إيجازة أو ترتاح بيبقى المولود الأوفر حظا هو مولود كانون الأول ديسمبر فينا نقول وواحد لستة كانون الثاني يناير مننتقل لبرش الدلو مولود برش الدلو ما تخاف من شي بالعكس تماما هيدا شهر شهرك هيدا السنة حلوة كتير لألك عم تبلي صفحة جديدة ضوء أخضر كتير كبير لكن ضروري تعرف أنه كل شي بحقه مولود برش الدلو بدك تشتغل على مجموعة ولن نصغيرة توقف لجينباك في الأيام المقبلية اليوم النهار صحيح تقيل لكن نهار كتير مهم فما تنزعه على الأقل عطي اللي أنت لازم تعطيه بعدين نروح ارتاح الأجواء حلوة ركز أكتر بتوصل أكتر هناك بعض المسئوليات يلي بتتعلق بأحد الوالدين ستة سبعة تمانية تسعة شباط فبراير قال أو فرحة الظن منكمل مع برش الحوت مولود برش الحوت لحق حالك اليوم لأنه اليومين اللي جايين ما رح يخدمون مصالحك إذا في شي كتير كبير إذا في عمل مهم بدك تقوم فيه وبدك تخلصه بحاجة إلى حظوظ ضروري تشتغل فيه اليوم قبل ما تغيب الشمس بكرة وبعد بكرة ما تتكل عليهم لحي بكونوا تقال وما فيهون كتير حظوظ وبدك تشوف منين بدك تلم الحظ من وين من عند مين إذن اليوم نهار جيد حلو بيعطيك طاقة وحظوظ 4 على 8 أدار مارس قال أو فرحة الظن بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هذه سنة فينا نقول عنها سنة جيدة هذه سنة بتحملك أو بتعطيك طاقة كتير كبيرة بتعطيك طموحات كتير كبيرة لكن بتطلب منك أنه أنت تحط في المقابل طاقات وجهود صحيحة وسليمة في الاتجاه الصحيح هذه السنة يمكن تتجوز فيها تنقل فيها إلى مكان آخر أو يمكن يكون في عندك بعض الهموم العائلية شباط فبراير حزيران يونيو أكتوبر 21 هيني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي نحن ويكون مكملين للوحدة بتوقيت بيروت بريك ونرجع مع هادية عالموضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر